أعلنت توزارة الخارجية متابعة أوضاع المصريين في السودان وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم وفي بيان لها أوضحت توزارة الخارجية أن مكتب مصر في وادي حلفة يعمل على التواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق وأضحت الوزارة أنها تواصل من خلال بعثاتها في الخرطوم وبور سودان ووادي حلفة بدل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع والفعال معها تبعا للمستجدات